السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Storage Transfer Service اللي هي إحدى الخدمات اللي بتأمنها جوجل كلاود وبلاتفورم حكينا في المرة الأولى إنه هي بتساعدنا على نقل بيانات between cloud service providers مثلا من Amazon S3 إلى جوجل كلاود أو من Azure Blob Storage إلى جوجل كلاود أو من File System إلى جوجل كلاود أو من جوجل كلاود إلى جوجل كلاود أو حتى من جوجل كلاود إلى File System اليوم رح يشوف كيف بإمكاننا نستخدم Storage Transfer Service عشان تنقل data between cloud storage buckets. عنا نحن different buckets سواء في نفس المشروع أو في different projects المهم between cloud storage نفسها between cloud storage service مثل ما قلنا قد تكون بمشروع مختلف وقد تكون بنفس المشروع وطبعا الأسباب لموضوع نقل data between buckets مختلفة يعني يعطيك مثال أفترض الآن نحن في عنا scheduled backup scheduled backup فبإمكاننا نحن نسوي backup bucket ونحط فيه data اللي عصير عليها backup ونختار نختار الـ class والـ tier يكون very cheap بحيث أنه ما ندفع كثير لجوجل كلاود وبلاتفور وبالتالي صحيح نحن عنا الـ original data موجودة وعب تخدم الـ online production customer لكن الـ backup موجودة على tier مختلف وperformance مختلف وحتى الـ cost مختلف طبعا ممكن يكون عنا مثلا أكتر من bucket في أكتر من project وعنا centralized bucket عشان الـ backup طب اختصار نحن اليوم رح نحكي كيف ننقل data between buckets باستخدام storage transfer service من bucket إلى bucket كتير بسيط رح نبدأ مباشرة بمثال واضح كيف نسوي هذا عنا two buckets الباكت الأول فيه data فيه مثل ما أنا شايفين png وفيه عنا folder وفيه presentation الثاني فاضي ما فيه شي فلو جينا قلنا له create الآن لحظوا إيش عنا عنا source type و destination type لحظوا إش source عنا أكثر من شيء وفي عنا destination يا جوجل كلاود يا file system وهذا شفناه سابقا شفناه في المرة الماضية أنه نحن دائما عنا destination اما جوجل cloud storage أو file system بينما source عنا amazon s3 azure cloud storage google cloud url list أو file system أو s3 compatible object storage المهم اليوم رح ناخد من source google cloud storage أو google cloud destination sorry destination هو google cloud storage طيب scheduling mode في عنا two types إما batch batch إيش يعني يعني إحنا عندي already cloud storage bucket وفيها data وبدي نقولها هاي أول job طبعا هذا يستحدم أحيانا مثلا أول مرة أنا عنا data كثيرة في cloud storage طبعا وبدنا ننقل data على backup وممكن نسوي one job batch وننقل كل event driven مثلا اللي هو عمليا كل ما نضاف data أو تغيرت في source cloud storage bucket بيصر لإيش move destination الآن إحنا رح ناخد batch next system كل بساطة أقول لك إختار إيش source هذا هو source الآن في عنا بعض options الآن بعض options بتساعدنا أنه نخفف عدد أو load اللي ما له داعي يعني في بعض data ما بهم نيسوي لها backup في بعض data ما لازم تنتقل بغض النظر إيش الهدف من العملية هل هي backup ولا غير فلذلك filter by prefix يمكن أنا بس داع نقول data اللي تبدأ بx مثلا whatever مثلا والله بدي أي شي critical dash مثلا مثلا وهكذا فهذا ممكن إيش يكون prefix طبعا لاحظوا بإمكانك تشوف إيش الأشياء اللي بتهمك عن طريق الهلب ممكنك تضيف أكتر من prefix إلى آخر نفس الشي exclude طبعا أحيانا أنت بيهمك بس include إذا سويت بس include بياخد بس included exclude بس the points اللي أنت حطيت يعني مثلا بدي log dash نجمة أنا ما بدي أي شي log ما بدي يسي له backup أو whatever هاي بالنسبة للفلتر بالنسبة للفلتر by last modified time كمان بإمكانه هذا يحدد أو يخفف عدد الـ لأنه لازم تتبه أنه أنت عمليا نقل data من bucket إلى bucket هذا storage وبالتالي أنت عمليا على أنه تنقل data فلا تنقل أي شيء لا تنقل data أنت مالك محتاجة إلى آخر next destination طبعا بالdestination ما في condition بس تختار destination هلأ ما نشوف إش الأشياء اللي في الموضوع condition لاحظوا هون run if delay مثلا run every week run with custom frequency لاحظوا يعني مثلا أنت بدك backup كل يوم ساعة كذا مثلا بدي every week يعني الbackup تبعك بيحتمل أنه يشتغل كل فترة معين وهكذا فهذا بيعطيك إمكانية تسوي schedule وجدا جميل بيكون أنه حتى أنت تحدد frequency والله أنا بدي كل ساعة كل يوم كل سبوع whatever خدا نحن ناخد run once وبدنا starting now يعني مجرد سوينا create starting on رح نحدد time مجرد سوينا create رح يصير run immediately للjob next step next step هاي صراحة فيها بعض options اللي لازم ننتبه عليها طبعا الميتا data options المقصود فيها المقصود فيها باختصار هل نحافظ على الميتا data والأشياء والsettings من source bucket وناخدها في destination bucket ولا نسوي شوية customization يعني لاحظوا مثلا هون use destination bucket object access control list هل نستخدم destination settings ولا ناخد اللي جايين من source نفس الشي هون بالkey management عشان encryption نفس الشي بالنسبة storage class storage class هون يمكن هذا اكثر شيء ممكن تغير عليه يعني اذا اعتبرنا للbackup فالbackup غالبا نحن ما بيهمنا انه يكون عليه ال-access سريع فما بنختار مثلا ال-archive او ال-call line التمبوري ال-haul كمان هذا لازم ننتبه عليه موضوع temporary haul اللي هو بيمنعك تسوي actions على ال-object نفسه ال-time created كمان هذا بهم لانه في بعض ال-workflows تعتمد متى صلوا create هذا ال-object فأنت بدك يصلك ال-time created يصير يتغير او يتحدد في اللحظة اللي انتقل فيها على new bucket overwrite never اذا مختلف always حسب ال-business تبعك delete delete what delete source object هل احظف source object ولا ما احظفه هل احظف ال-data اللي موجودة في ال-destination اذا ما كانت موجودة في source وهكذا بزاك لازم ننتبع موضوع ال-delete موضوع ال-logging عشان اذا كان نحن بهمنا عم سي troubleshooting احيان عم طلع مشاكل فكويس هاي جميلة اذا كان انت عندك daily وبدك تعرف متى خلص ال-backup فبيمكانك تسوي event على وين على صديقنا ال-bub sub وهيك بيكون done create هلا مجرد سوينا create بيبلش ايش بيسوي ببدا مباشر لانه نحن قلنا starting now immediately ولاحظوا ايشنه obatch not recurring source type هو cloud storage destination cloud storage طبعا source هو عبارة عن bucket نحن حددناه هاي destination يعني المفروض ما ياخد وقت success الان لو جينا هون لاحظوا نقل كل ال-data اللي بدنا اياها طبحت انتقلت كل ال-data هي ايش هي في destination انتقلت كل ال-data اللي بدنا اياها لو دخلنا على details تبع ال-job راح يشوف يعني اشياء بسيطة عبارة عن job information source destination whatever يعني اشياء يعني ما من حكي فيها طبعا هون statistics في حال بإمكانك طبعا تحسفه والأفضل يحسفه خاصة اذا اذا تعمل بإمكاننا بإمكاننا ننقل data باستخدام storage transfer service between google cloud storage between the bucket والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة